انا اسمي كذا وزوجي اسمه كذا وحنا عايشين حياتنا في سعادة نشكر الله قديمها نعمة لكن الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نتخانق باستمرار هي دخول حماتي بنا وبتتدخل في تربية اولادنا يا ريت يا ابونا تعمل لنا حلقة عن كيفية معاملة الحماية لزوجة ابنها هي بتشوف البرنامج بتاعك باستمرار وانها لا تتدخل في حياة ابنها بدرجة الزوج يفكر انها نسافر بعيد عنها طب الحمد لله ان جوزك مدرك اللي بتعمله مامته معاك لان هي السبب الوحيد اللي بيسبب مشاكل بينيه بين جوزك مش عارفين نعمل ايه هي تعيش في بيتة وحدها منفصل عننا لا تدخلوا بتعمله حاجة يا بنتي جوزك يبقى حازم مع امه يقولها ماما لو سمحتي زي ما انت عيشت حياتك بالطلب العرض سبيني اعيش حياتي مع امراضة زي ما احنا عايزين انت ديك عندنا نحن نسأل عليك ان شقر عليك لكن ملكيش دعو بولادنا بينا انت عايزة ترشدينا في حاجة اولينا اوكي لكن لو سمحتم عشان بيتنا ما يخرفش وكون انت السبب فيه هتقولك انا السبب اقول لا اه هكون انت سبب فيه فعشان دراميك ارتاح قدام ربنا يا ريت تخليكي في حالك وانحنا فحبنا اي حاجة عزها من عينينا الاتنين لكن لو سمحتم انتدخليش في حياتي انا ومراتي وعيالي سبينينا نعيش حياتنا بالطريقة اللي احنا شايفينها انت عيشت في زمن واحنا عايشين في زمن تاني وده رأي ابونا ابرهيم عبد وانت تسمع رأيي وانا لو سمع الحلقة دي انا بوجهلك يا مادام اياتو الام الفاضلة هذا هذه النصيحة ارجوك من اجل ابديتك ومن اجل السلام بيت ابنك ارجوك سبيهم في حالهم ما تتدخليش سدقين يا بنتي انا عندي بنتين وولد بنت عايشة في فرنسا هي وجوزها ولاتها والولد دكتوره عايش في القاهرة ومتجوز ومخلف وبنتي نفسي حكي عايش في القاهرة من كذا صدقيني ما باسألهم بتاخدوا ايه مرتب صدقيني ما باسألهم روحتوا فين ولا جيتوا منين اللي زي هم قالونا صدقوني واسمبونا ومن حقيقة اسأل وانا المربيهم برضو من حقيقة اسأل اسيبهم لحريتهم اسيبهم يعيشوا زي ما شايفين يأقليهم ونفسهم على بعض مدام ما قوليش بشكوى خلاص انا عايز اكثر من كده وبصلي من اجلهم وبنتقابل وبنيجي وبنتعيز بهنا وهنا ونعيش هيحلوا مع بعض لكن التدخل في حياة الآخرين مرفوض امام الله هقولك على حاجة مش كلام ده رأي شخصي الله بيقول ايه بقول للزوجة ايه انسي شعبك وبيت ابيك ده بالنسبة للزوجة طب بقول للزوج ايه ليترك الرجل اباه وامه ليترك الرجل اباه وامه ويلتسك بامراته ويلتسك بامراته ويلتسك ما تخشيش في وسطهم بقى يا مدام ارجوك خليك ام بس فاضلة بتاع ربنا حلوة بتسمع كلمة ربنا الموظم عليها ارجوك اسمع كلمة ربنا سيب ابنك في حاله هو امراته التنمين عليهم كويسين خلاص نشكر ربنا افصلوا من اجلوه سيبوهم ويقشوا حياتهم بالطريقة انهم شايفنا صح يتكيفوا مع بعضهم مع بيتهم ارجوك اسمع كلامي عشان حتفاجئ انك في يوم الدينونة الله بيدينك على تدخلاتك في حياة ابنك ارجوك انا باقولك انا نفسي اوه اسم ابونا لا اتدخل نهائيا في حياة ولادي كلهم بناته الولاد والبنتين ما بتدخلش اذا هما طلبوا مش شدتي في حاجة باقولهم من رأيي زي السؤال ده مجالي فقط لكن لا افرض عليهم حياتهم مسترفة زي ما عايزين ارجوك يا مدام خليك اتحالك عشان تبين محبوبة من الكل وعشان ربنا بارد عليك ربنا معاكم